المورد السادس والعشرون الكامل جزء عشر في صفحة 277 وما بعدها إلى صفحة 282 أولا وثانيا أولا ثم دخلت سنة سبع وستمائة سنة ستمائة وسبعة هجري ذكر وفاة نور الدين أرسلان شاه وشيء من سيرته قال ابن الأثير في هذه السنة أواخر رجب في سنة ستمائة وسبعة هجري توفي نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسونقر صاحب الموصل وكان شهما شجاعة ذا سياسة للرعاية شديدا على أصحابه فكانوا يخافونه خوفا شديدا كما قلنا هو هواه مع الزنكيين ومع الموصل وحكام الموصل كما بينا سابقا وكان ذلك مانعا من تعدي بعضهم على بعض وكان له همة عالية أعادنا موسى البيت الأتابكي وجاهه وحرمته وبعد أن كانت قد ذهبت وخافه الملوك وكان سريع الحركة إذن أعادنا موسى البيت الأتابكي وجاهه وحرمته بعد أن كانت قد ذهبت وخافه الملوك وكان سريع الحركة في طلب الملك إلا أنه لم يكن له صبر فلهذا لم يتسع ملكه ثم قال ابن الأثير ذكروا ولاية ابنه الملك القاهر إذن مات نور الدين أتى بعده الأبن وهو الملك القاهر لما حضر نور الدين الموت أمر أن يرتب في الملك أمر أن يرتب في الملك بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود وحلف له الجند وأعيان الناس وكان قد أهد إليه قبل موته بمدة فجدد الأهد له عند وفاته وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتهما وسيره إلى العقر وأمر أن يتولى تدبير مملكاتهما ويقوم بحفظهما والنظر في مصالحهما إذن ولاية العهد لابنه القاهر وولده الأصغر عماد الدين أعطاه العديد من القلاع والبلدان فأتاه الأمير بدر الدين لؤلؤ لما رأى من عقله وسداده وحسن سياسته وتدبيره وكمال خلال السيادة فيه وكان عمر القاهر حينئذ عشر سنين يقول فأتاه الأمير بدر الدين لؤلؤ لما رأى من عقله وسداده وحسن سياسته وتدبيره وكمال خلال السيادة فيه يقول أتاه هذا بدر الدين لؤلؤ أتاه أتى إلى نور الدين وكان عمر القاهر حينئذ عشر سنين ولما اشتد مرضه وأيس من نفسه أمره الأطباء بالانحدار بالانحدار إلى الحامة المعروفة بعين القيارة فلم يجد بها راحة وازداد ضعفة فأخذه بدر الدين وأسعده في الشبارة إلى الموصل فتوفي في الطريق ليلى ومعه الملاحون والأطباء بينه وبينهم ستر وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان فلما توفي نور الدين قال لهما لا يسمع أحد بموته اكتموا الأمر وقال للأطباء والملاحين قال لا يتكلم أحد قال لهم اسكتوا لا يتكلم أحد حتى لا تزعج الملك نور الدين لأنه نام فلا نريد أن نزعج السلطان وقال للأطباء والملاحين لا يتكلم أحد فقد نام السلطان فسكتوا ووصلوا إلى الموصل في الليل فأمر الأطباء والملاحين بمفارقة الشبارة لألا يروه ميتا وأبعدوا فحمله هو والمملكان وأدخله الدار وتركه في الموضع الذي كان فيه ومعه المملكان ونزل على بابه أو نزل على بابه من يثق به لا يمكن أحدا من الدخول والخروج وقعده هذا من لؤلؤ قعده مع الناس يمضي أمورا كان يحتاج إلى إتمامها فلما فرغ من جميع ما يريده أظهر موته وقت العصر ودفن لينا بالمدرسة التي أنشأها مقابل داره واستقر الملك لولده وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحها لاحظ واستقر الملك لولده لكن من القائم بالأعمال بدر الدين وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحه أو في مصالحها أنا فقط أقول من المدبر للأمور بدر الدين لاحظ ما فعله من حركة من إخفاء الموت من تدبير بعض الأمور التي كان يريد أن يدبرها لاحظ عندما نبحث الآن عن جريمة عن خيج جريمة موت قد وقع فيه شبه لاحظ حتى نعرف أين يتوجه المحقق أين يتوجه الفكر إلى أين صارت السلطة وسنعرف ليس فقط هنا سنعرف هذا بدر الدين لألو ماذا سيفعل وإلى أين سيصل سنعرف سنعرف إن شاء الله لاحقا إذا بقيت الحياة وبقينا واستقر الملك لولده للقاهر وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحها التفت جيدا إذن مات نور الدين صار الأمر للقاهر صارت الأمور والتدبير بيد لؤلؤ بدر الدين بيد المملوك مملوك المملوك فصار الأمر بيده سنعرف إلى أين ستصل الأمور مع القاهر وأن ستصل الأمور ببدر الدين لؤلؤ وقام بدر الدين بتدبير الدولة والنظر في مصالحها هذا انتهى أولا في المورد ثانيا ثم دخل سنة ثمانية سنة ستمائة وثمانية هجري ذكر عدة حوادث قال في هذه السنة ومقدمهم الجلال بن الصباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالها وأمر بإقامة الصلوات وشرائع الإسلام ببلادهم من خراسان والشام هذا زعيم الإسماعيلية ما يسمى بالنزارية أو الحشاشة أو أي عنوان من العناوين لا مشكلة في العنوان لا مشاحة في الاصطلاح ومقدمهم الجلال بن صباح الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالها وأمر بإقامة الصلوات وشرائع الإسلام ببلادهم من خراسان ومن الشام وأرسل مقدمهم رسلا إلى الخليفة وغيره من ملوك الإسلام يخبرهم بذلك وأرسل والدته إلى الحج فأكرمت ببغداد إكراما عظيمة وكذلك بطريق مكة مجرد إشارة ما دمنا نحن في أحداث سنة ستمائة وثمانية حتى نعرف كيف يتعامل السلاطين كيف يتعامل الملوك ولو تصورنا هذا الأمر مع ابن تيمية مع أحد أمة المارقة ليس مع الخليفة العباسي فهل سيقبل الدواعش دواعش هذا الزمان وذاك الزمان هل سيقبل التيمية المكفرة والكفرة بالدعاء الإسماعيلي وإظهار الإسماعيلي للعبادات أمس تسفك الدماء وتباح الأنفس والأعراض والأموال